بشكل لافت تنتشر الكلاب الضالة في بعض أحياء العاصمة عمان ومدن أخرى كما سجلت حالات عض عديدة للكلاب في عدة مناطق مما دفع السكان والمسؤولين المحليين للمطالبة بضرورة التعامل مع الظاهرة باعتبارها أمرا غير حضاري ويشكل خطورة على المارة وطلبة المدارس ما عندنا مشكلة في الكلاب بشكل عام لكن عندنا مشكلة في الكلاب الضالة المسعورة العقور وهي قد تكون محدودة لحالات هذه فبالتالي إذا اتخذنا إجراء معها حسب الفتوى الشرعية الموجودة أنا بقول حل مناسب ومؤقت لغاية ما يصير لاحقا مراكز ويكون فيها أبحاث علمية أما جمعيات الرفق بالحيوان فتطالب بالتعامل مع الظاهرة وفق أسلوب علمي من بينها جمعية الرحمة للرفق بالحيوان التي تضم ملجأا للكلاب الضالة حيث يتم الاعتناء بها ومعالجة المريض أو المصاب منها ومن يرغب في تبني كلب يستطيع ذلك أيضا بعد الإفاء بالشروط المحددة أول شيء الكلاب لازم تتعقم عشان خفف من تكاثرها وترجع على منطقتها ما بزبط أعقم الكلب وأوديه على منطقة غير منطقته ثاني شيء يتعاون السكان زي ما حكينا قبل أنه بواء الأكل تنحط بالمناطق البعيدة عن الأحياء السكنية ثالث شيء أنه إحنا شوي نشجع تبني هاي الحيوانات سابقا كانت الجهات المختصة تقوم بالتخلص من الكلاب بطرق لاقت اعتراضات عدة حيث اعتبرت منتهكة لحقوق الحيوان ثم أنشئ مأوى لهذه الكلاب يتم فيه تطعيمها ضد مرض السعار ووقف خصوبتها إلا أن هذا الأمر مزال مقتصرا على العاصمة عمان فقط لكلفته المرتفعة لم يعد قتل الكلاب الضالة أو تسميمها هو الحل للتخلص من اعتداءاتها وإزعاجها بل هناك حلول ناجعة يقول معنيون للتعامل مع الظاهرة إلا أنها تتطلب تمويلا وهو غير متوفر في الوقت الحالي نايف مشاكبة سكينيوز عربية عمان